لأصوات الأمريكيين العربي والمسلمين في الانتخابات الرئاسية تأثير لا يمكن تجهله خاصة في الولايات المتأرجحة فوفقاً للمعهد العربي الأمريكي يبلغ عدد الأمريكيين من أصول عربية ومسلمة أكثر من ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف شخص بينهم أكثر من مليون ومائتي ألف ناخب مسجل أهمية تلك الأصوات في تزايد مستمر حيث ارتفعت نسبة الناخبين العرب الأمريكيين في بعض الولايات الرئيسية مثل ميشيغين وبينسلفانيا مع زيادة تبلغ حوالي خمسة بالمئة من المتوقع أن يكون الإقبال كبيراً هذه الدورة لهذا السبب تركز حملات المرشحين على هذه الجالية في انتخابات 2020 كشفت بعض الأحصاءات أن ما يقرب من مليون ومائة ألف ناخب مسلم أو من أصول عربية شاركوا في الانتخابات في ميشيغين التي تعد ولاية متأرجحة وحدها صوت أكثر من ثلاثمائة ألف ناخب ما رجح فوزة جو بايدن على دونالد ترامب بفارق يزيد قليلاً عن مائة وخمسين ألف صوت بالنهاية الفوز رح يتصر على ست أو سبع ولايات متأرجحة وضمن هذه الولايات الفارق ضقيل جداً ومش بس بهذه الدورة بكل الدورات حتى شفنا بالسابق مع أوباما ومع غير أوباما عم بيكون الفارق ضقيل جداً بهذه الولايات المتأرجحة تاريخياً يميل العرب والمسلمون لتصويت للحزب الديمقراطي ولكن الدعم الأمريكي الذي لا نهاية له لإسرائيل في عدوانها على غزة ولبنان أثار سخطاً في صفوف هذه الجالية لازم يكون قادرين على معاقبة أي حزب يضر شعبنا ويقتل شعبنا بدون استثناء سواء ديمقراطيين أو جمهوريين وأدعو جميع العرب للتصويت للأحزاب الثالثة يذكر أن عدداً من الأئمة الأمريكيين أعلنوا تأييدهم لهاريس ترجمة نانسي قنقر